بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل الجزء الثاني من تصحيح الرياضيات مبارسة تعليم الابتدائي اللي كانت مؤخراً في دورة استثنائياً فبراير 2024 جزء اول كنا صحنا الاسئلة 61-63-64 إذا نكمل بالنسبة للسؤال 65 عندنا لو كوتين ورست دولة ديفزيون كليديان 2 2714 par 25 sont respectivement donc عندنا لو كوتين ورست رسpectivement جنك تعني رست بالتتابع يعني لو كوتين هو هذا الول والغست هو هذا نحن عندنا القسمة الأقليدية شنك تقول لنا القسمة الأقليدية عندنا عندنا المقسوم وعندنا المقسوم عليه عندنا الخارج وعندنا الباقي بالنسبة للرموز عندنا هنا دي كبيرة عندنا هنا دي صغيرة الخارج هو لو كوتين والباقي والغست عندنا أي قسمة أقليدية إلا كتحققنا واحدة المتساوية اللي هي دي مقسوم عليه كيساوي دي اللي هو عفوا هنا دي كبيرة هو مقسوم كتساوي دي المقسوم عليه مضرب في الخارج زائد الباقي مثلا عندي تسعة مقسومة على جوج تسعة مقسومة على جوج هي ربعة ربعة في جوج هي تمانية تسعة نقيس تمانية هي واحد لذا هذه المتساوية نكتبها تسعة تساوي جوج نضربها في ربعة زائد واحد إلا جوج في ربعة هي تمانية زائد واحد هي تسعة ضروري أي متساوي أي قسمة أقليدية تحققنا هذه المتساوية إلا تسعة هي دي كبيرة هي المقسوم هذه الجوج هي المقسوم عليه أربعة هي الباقي كوتين وواحد هي لوغست سوف نذهب إلى السؤال لنا سوف نرى ماذا قالوا لنا أين هو المقسوم؟ المقسوم هو جوج 1714 ماذا تعنيه هذه الكتابات؟ إذن جوج 1714 تساوي هذا ما هذا؟ هذا الخارج قد قال لك لكوتين هو لكوتين إلا غست هما هذا بالتتابع يعني لكوتين هو هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولغست هو هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا إن هذا 1714 تساوي 25 مضروبة فاش 18 زائد 14 هو الباقي أو لا جوج 1714 تساوي دائما 25 في 108 فصيلة 5 زائد 15 أو لا جوج 1714 تساوي 25 نضروبة في 108 زائد 14 أو لا جوج 1714 تساوي 18 فصيلة 5 نضروبة أعفون 25 نضروبة 18 فصيلة 5 زائد 15 دائما وحدة من هذه المتساويات هي اللي صحيح دائما إلا مشينا نحسب هذه المتساويات 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 اللولى هذه تعطينا 464 دائما ما شي هي الجواب خاطئ المتساويات الثانية تعطيني جوج 1727 27.5 وهو جراب خاطئ المتساويات الثانية تعطيني جوج 1714 المتساويات الثالثة تعطيني 4717.5 إذن الجواب الصحيح هو هذا إذن هو 25 في 108 زائد 14 إذن 108 زائد 14 هي الجواب الصحي بالنسبة لهذا العالم الذي يدري هنا فالجواب هنا خاطئ إذن هنا الجواب هو C نحك كالقاول المتساويات مع القسم الأقلالية نمشي للسؤال الموالي أعطونا سواء M و N دو زائد ناتوري أمبر لكال دي نمبر سويفون أمبر أعطونا بأن M و N واحد جوج دي الأعداد صحيحة ولكن فرضية مشيزوجية من بين هذا العدد شكل هو العدد اللي فردي هذين نجي ونشوفوا هنا شنو الأعداد الفرضية هذه الفرضية هي مثلا 1 3 5 7 9 11 12 وهكذا هذه العدد الفرضية هذين نشوفوا هذا العدد وش فرضية من اللي كنضرب واحد العدد فرضي M فوق ونزيد ونزيد جوج نحن نجرب بالماضي لا يحتاج شيء برهان اللي غادي نعقد الأمور نحن نحن نشوفه ناخده مثلا 3 مع 5 هيا 3 في 5 زائد جوج 3 في 5 هي 15 إلى زيت الهجوج تعطينا 17 عدد فرضي ناخد مثلا 3 مع 7 3 في 7 زائد جوج 3 في 7 21 زائد جوج هي 23 بمعنى دائما نغذي نلقى عدد فرضي ندل الجواب الأول صحيح الجواب الأول صحيح إن هاد هذا فرضي وهذا فرضي نضرب عدد فرضي في عدد فرضي يعطينا عدد فرضي ولازد له جوج هذا يلقى عدد فرضي فقط هذا يلقى عدد زوجي لازد له 1 نمشي هنال عدد فرضي مضروب في عدد فرضي زائد 1 شنو بمعنى هنا عطونا him وهذا N عدد فرضية عدد فردي نزيد لوحد اثنين وعشرين كيف يكون عدد زوجي كنضربه ف اي عدد كيمكا كيعطيني عدد زوجي معتعلين عندي 7 زائد 1 هذا هو عدد فرضي زائد 1 يقولي عدد زوجي هو 8 نضربه في نفسه ب7 7 مضربه في 8 هي 56 إذن 56 فهي عدد زوجي إذن هذا عدد زوجي الجواب خاطئ هنا عدد فرضي زائد عدد فرضي نزيد له جوج من لك أن نجمع عدد فرضي زائد عدد فرضي يعطيني عدد زوجي معتعلين 7 زائد 5 12 زائد جوج 14 3 زائد 7 3 زائد 17 بمعنى مجموع عددين فرضيين وهو عدد زوجي وإذا زائد له زوجي فكيبقي عدد زوجي نمشي لعبارة الأخرى عدد فرضي زائد 1 وعدد فرضي زائد 1 licensing عدد فرضي زائد 1ぜひ legwork لحظوا عدد فرضي إذا زائد له 1 يعطي له زوجي وهنا عدد فرضي زائد له 1 أو عدد زوجي؟ جودة عددين زوجيين فهو عدد زوجي عدد زوجي يمضرب في عدد زوجي يعطني عدد زوجي إذن الجواب الصحيح هنا هو A هذا هو العدد الفرضي هو هذا ماشي هذا نمشي والسؤال الموالي عندنا لدينا الوصفة في الكتور سيدة هو 500 درهم ومعنى الوصفة في 300 سيكونس درهم ما معنى هذا؟ هذا التمال القديم كان 500 درهم في الصول درهم أو 350 درهم يعني هذا ما بقى جهد خدام هاللي خدام هو هذا un client veut achete su lector en payeo avec sa carte bancaire il beneficie dune remez de 10% كم bien payeatil avec sa carte bancaire pour lector سيدة شحاله يخلص إذن الثمن تعهد lector سيدة هو 350 ماشي هذا يعني نظرك دخول في الصولد هذا الثمن الحقيقي دي له ماشي هذا هذا الثمن القديم إذن نخدمه بهذا عنده تخفيض من 10% يعني 10% يعني 350 درهم إذن 350 درهم إلى نقصنا من 10% يعني 35 درهم إذن 350 درهم نضربها في 0.1 تعطينا 35 درهم 350 درهم نقص منها 35 درهم إذن نقص من 10% يعني 315 درهم يعني الجواب الصحيح هو B هذا يجب أن تخفيض هنا قلنا إليه صولدي يعني دخول في الصولد لا تبقى هذا الثمن نقص هذا نمشي بالسؤال الموالي أعطينا X تساوي نقص 5 لرسين درهم Y تساوي نقص 5 لرسين نقص 30 درهم إذن كي نعرف X تساوي Y و هذه و هذه و هذه ندير هنا مباشرة لوكار X وكار نسعتين لاحظوا X تساوي 3 نقص 5 درهم و Y تساوي لرسين 59 نقص 30 درهم درهم نحسب إذن نقص 3 نقص 5 رسين دو دو أوكار X و نقص Y أوكار تساوي لرسين هذا الأوكار نحيي الأوكار تعطينا 59 مباشرة 30 رسين دو من Y أوكار هي هذه نمشي نحسب X أوكار متطبيقة هامة إذن هي 3 و 6 ناقص جوج مضروبة في 3 مضروبة في 5 ناقص خمسة رسين دو جوج زائد خمسة رسين دو دو و 6 هنا تعطينا 9 ناقص لا أنا ناقص لأن ناقص درتها هنا إذن جوج في 3 6 نضروب ها في 5 هي 30 ها هي 30 رسين دو دو زائد خمسة و الست دو هي 25 مضروبة جوج رسين دو دو و الست دو هي جوج إذن تساوي 9 ناقص 30 رسين دو زائد 25 في جوج هي 50 59 هي 59 ناقص 30 رسين دو هذه هي x و الست 2 إذا نلاحظ x و الست 2 تساوي 59 ناقص 30 جدر مربع جوج و y الست 2 تساوي 59 ناقص 30 جدر جوج إذن x و 62 تساوي y و 62 شنو كيعني هذا كيعني أن x تساوي y إذن x تساوي y دعيا الjawب صح عنا هو A نمشي السؤال الموال سو F une fonction définie et dérivable sur R dans le tableau de variation E اعطان x اعطان f x لن 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 f x ساوي 0 ند مي با دو سلوسي عند احتحل ولا ادمي exactement دو سلوسي جوج حول ثلاثة او لا ادمي ان سلوسي حل واحد نحن نمشي ونستعمل هذه جدول التغييرات ونشوف لاحظوا جدول التغييرات F X يعني X تأتي من الموال لن 4 وتأتي حتى ال 4 وتأتي حتى ناقص 1 وتأتي حتى ال 5 هذا مقارب يعني بل لن 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 من 4 عود ثلاثة ناقص واحد وهو حل آخر لان كتفوت لي على الصفر هنا وفاست على الصفر هنا ومن ناقص وطلعت ثاني الخمسة هيا فاست على الصفر هنا عود لن 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 مباشرة الجواب الصحيح هنا هو C ومهن العالم من هذه جواب روح C